بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نواصل مع حلول تمارين الجذور لكن قبل أن نواصل فقط للذي لا يعلم أنا كيف أقوم بحل التمارين أضع تمارين مجموعة من التمارين على صفحتي على الفيسبوك قلت لكم تجدون رابطها أسفل الفيديو دائما أضع التمارين على الصفحة كي يحاول التلاميذ في هذه التمارين أترك يوم أو يومين للمحاولة ثم هذه المجموعة من التمارين المختارة التي وضعتها على الصفحة عندما يحاول التلاميذ نقوم مع بعضنا البعض بمناقشة هذه التمارين لذلك أنصحكم بالانضمام إلى الصفحة لأن هكذا الدراسة تكون منظمة لا تكون عشوائية تحل التمارين عشوائية وبدون فائدة لا أنا أضع لك التمارين التي يجب أن تحاول فيها على الصفحة ثم نناقشها مع بعضنا مثل هذين التمارينين وضعتهما سابقا على الصفحة التمارين 27 صفحة 27 نبدأ على بركة الله ماذا يقول هذا التمارين ها هو التمارين 27 صفحة 27 يقول أكتب كل من العددين A وB على الشكل A جدربي حيث A وB عدان طبيعيا وبأصغر ما يمكن طبعا شرحت في فيديو سابق لماذا يقول بأصغر ما يمكن يعني مثل هذه الأسئلة تكون في شهة تعليم متوسط يعني في شهة تعليم متوسط هذه الأسئلة دائما موجودة تقريبا الآن نبدأ مع A A ماذا تساوي A تساوي جدر 20 A تساوي جدر 20 ناقش 3 جدر 125 زائد 4 جدر 45 زائد 4 جدر 45 طبعا قلنا شرحت كيف أن أبسط الجدر في ماما ضناحل مباشرة A يساوي 20 كيف نكتبها نكتبها 4 في 5 تقول يا أستاذ لماذا لا أكتب 20 10 في 2 شرحناها سابقا لأن 10 لا يحسب و2 لا يحسب إذا كتبت 20 10 في 2 10 لا يحسب 2 لا يحسب كيف تبسط لكن أنا كتبتها 4 في 5 لأن 4 يحسب دائما هنا في الضرب يكون 4 أو 9 أو 16 أو 25 أو 6 و 3 لماذا هذه الأعداد لأن هذه الأعداد تملك جدر تام يعني أستطيع حسابها ناقص 3 125 كيف أكتبها قلت لكم عندما تجدون العدد الأول فقط الآن تقوم بالتقسيم على 5 لا نقسم على 4 4 سوف أجدره سوف أحسبه أقسم على 5 125 على 5 يساوي 25 في 5 زائد 4 أقسم أيضا 45 على 5 أجد 9 9 في 5 ثم قلت لك لا تعتمد على الحاسبة احفظ الأعداد جدر 4 يساوي 2 جدر 5 لا أحسبه ناقص انظروا ما الفرق هنا وهنا هنا جدر 4 يساوي 2 عندما خرجت الـ 2 وجدت هنا 1 1 لا يؤثر 2 في 1 يساوي 2 لا يؤثر لكن هنا جدر 25 ماذا يساوي؟ يساوي 5 لكن عندما تخرج الخمسة ماذا تجد 3 3 يؤثر ليس مثل الـ 1 هنا جدر 4 يساوي 2 2 عندما خرجت وجدت 1 1 لا يؤثر 2 في 1 يساوي 2 لكن هنا جدر 25 يساوي 5 عندما خرجت وجدت 3 و 5 في 3 ماذا يساوي؟ يساوي 15 لذلك لا تقول يا أستاذ من أين لك 15 هي جدر 25 يساوي 5 ولما خرجت 5 وجدت 3 3 في 5 يساوي 15 زائد هنا أيضا جدر 9 يساوي 3 3 عندما يخرج يجد 4 3 في 4 هي 12 جدر 5 قلنا نجدر الأعداد التي لها جدر تام التي تحسب هذه الأعداد لا تحسب أترك الجدر كما وجدر 5 نجده عدد بالفاصلة غير منتهي لا أحسبه أ يساوي ماذا يساوي؟ ثم بكل بساطة قلنا في الجمع والطرح إذا كان لديك نفس العدد تحت الجدر تستطيع أن تجمع وتطرح إذا كان لديك نفس العدد تحت الجدر إذا لم يكن لديك نفس العدد تحت الجدر تستطيع أن تجمع وتطرح او تطرحفون اذا 2 زائد 12 14 14 ناقص 15 ناقص 1 استطيع ان اكتب ناقص 1 او اكتب ناقص فقط لانه ناقص 1 جذر 5 هي نفسها ناقص جذر 5 الان ب العبارة ب ماذا تساوي العبارة ب تساوي 5 جذر 24 زائد جذر 54 ناقص 3 جذر 216 زائد 2 جذر 6 طبعا بنفس الطريقة نعمل لكن نكون اذكياء ماذا اقصد بنكون اذكياء هنا جذر 6 هذا لا يبسط مدام هذا جذر 6 لا يبسط حتى استطيع ان اجمع هذه الجذور قلنا يجب ان يكون نفس العدد تحت الجذر مدام هذا هو اصغرهم ولا استطيع ان ابسط يعني هكذا فقط جذر 6 لا استطيع ان اعمل له شي معناها هذه الجذور سوف يكون فيها جذر 6 لماذا يجب ان يكون لديه نفس العدد تحت الجذر حتى استطيع ان احسن اذا اكون دكي مباشرة اقسم على 6 يجب ان استعمل دك في الرياضيات هنا 5 24 اقسم على 6 اجد 4 4 في 6 زائد جذر 54 اقسم على 6 اجد 9 9 في 6 ناقص 3 جذر 216 اقسمه على 6 اجد 36 في 6 زائد اثنان جذر 6 كما قلت لكم كيف عرفت هذا انا عندما وجدت جذر 6 لا يبسط وانا اعلم انه في الجمع والطرح يجب ان يكون لديه نفس العدد تحت الجذر لذلك علمت ان هذه الجذور سوف يكون فيها جذر 6 لذلك مباشرة اقسم على 6 ثم اكمل كالعادة جذر 4 يساوي 2 اثنان نضربها في 5 10 هنا حداري هذه المعلومة بسيطة لكنكم تنسوناها انتم ماذا تفعلون مباشرة تضرب 4 في 5 اجد هذا الخطأ جد منتشر عند تلاميدي مباشرة يضرب 4 في 5 حداري جذر 4 يساوي 2 ثم نضرب 2 في 5 ثم هنا جذر 9 3 هنا نفس الشيء لا تقول 36 في 3 لا جذر 36 يساوي 6 6 في 3 8 10 زائد 2 جذر 6 انظروا كما قلت لكم يجب ان يكون تحت الجذر نفس العدد حتى استطح ان اجمع او اطرح الان 10 زائد 3 13 زائد 2 15 ناقص 18 15 ناقص 18 هي ناقص 3 جذر 6 اظن انها بسيطة التلميذ الذي يركز ويجتهد ويجتهد ويحل التمارين قلت لكم الرياضيات بسيطة فقط انتم من تصعبونها الان دون ان نطيل نذهب مباشرة الى التمارين رقم 30 ماذا يقول لهذا التمارين انظروا هنا هو التمارين رقم 30 يقول نعتبر العددين A و B حيث A هي 7 زائد جذر 32 و B هي 7 ناقص 4 جذر 2 احسب ما يلي A زائد B A ناقص B A في B ثم قال لي اكتب A على B على شكل نسبة مقامها عدد ناطق انظروا هنا هذا لم اشرحه في الدرس لماذا قلت لكم في الدرس اركز لكم عن المعلومات الاساسية اما المعلومات التانوية نكتشفها من خلال حل التمارين الان في هذا التمارين سوف اعلمك كيف تكتب كسر على شكل نسبة مقامها عدد ناطق سوف اعلمك الان قال لي A هي A يساوي 7 زائد جذر 32 و ب ماذا يساوي B يساوي 7 ناقص 4 جذر 2 قال لي اولا احسب A زائد B A هي 7 زائد لكن لا اتركها جذر 32 ماذا قال لي احسب معناه يجب ان ابسط الاعداد يجب ان اكتب الاعداد على ابسط شكل ممكن هنا لا اتركها 7 زائد جذر 32 ابسطها A زائد جذر 32 هي 16 في 2 في الجذور يجب ان تبسط كي تحسب اذا لم تبسط لن تحسب شيئا هذه A زائد اضعه بين قوسين حتى تفهم زائد B 7 ناقص 4 جذر 2 ها هي A هي B ماذا يساوي يساوي 7 زائد جذر 16 ماذا يساوي 4 جذر 2 هذه A زائد B هي 7 ناقص 4 جذر 2 انظروا هنا لدي زائد 4 جذر 2 ناقص 4 جذر 2 اذا كان لديك نفس العدد احدهما موجب والاخر سالب فالنتيجة تكون 0 مثلا زائد 5 ناقص 5 زائد X ناقص X دائما اذا كان لدي عدد باشارتين مختلفتين 0 هذا 0 تبقى 7 زائد 7 ماذا يساوي يساوي 14 بسيطة عندما تركز A زائد B يساوي 14 الآن قال لي احسب A ناقص B الآن انا اكون داكي استعمل داكة هنا في المثال الاول بسط A لا ابسطها في كل مرة واخسر الوقت مدام بسطها هنا الآن اعمل بالمبسطة مباشرة اعمل ها هي A اين هي A المبسطة ها هي A المبسطة لا ابسط في كل مثال بسط مرة واحدة يكفي الآن عندما يقول لي لا اكتب 7 زائد جذر 32 ماذا اكتب المبسطة ها هي A هي 7 زائد 4 جذر 2 المبسطة هذه A ناقص B هي مبسطة 7 فو ناقص 4 جذر 2 ويساوي 7 زائد 4 جذر 2 هنا نغير الاشارة زائد 7 تصبح ناقص 7 هذه زائد 7 تصبح ناقص 7 وناقص 4 جذر 2 تصبح زائد 4 جذر 2 تقول يا أستاذ ماذا غيرت الاشارة لماذا لم تغير هنا متى نغير الاشارة اذا كان امام القوس اشارة سالبة هنا امام القوس اشارة مجابة لا نغير هنا لانه امام القوس اشارة مجابة وغير هنا لانه امام القوس اشارة سالبة وغير ما داخل الأقواص زائد 7 أصبحت ناقص 7 ناقص 4 جدر 2 أصبحت زائد 4 جدر 2 يعني السالب يصبح موجب والموجب يصبح سالب الموجب أصبح سالبا والسالب أصبح موجبا ويساوي هنا 7 ناقص 7 0 يبقى 4 جدر 2 زائد 4 جدر 2 هي 8 جدر 2 4 زائد 4 8 هذه A ناقص B انظروا الرياضيات كما هي بسيطة وسهلة إذا ركزته واجتهد بشرط أن تركز وتجتهد ثالثا قال لي أحسب A في B قلنا أستعمل A المبسطة أين هي؟ ها هي 7 زائد 4 جدر 2 في B ما هي B؟ هي 7 ناقص 4 جدر 2 هذه هي في الأصل متطابقة شهيرة تقول يا أستاذ ما هي المتطابقة الشهيرة؟ ودعك من المتطابقة الشهيرة أنا فقط أعطيتك ملاحظة لم ندرس المتطابقات الشهيرة أعطيتك ملاحظة فقط كيف الآن أحل؟ مدام نحن لم ندرس المتطابقات الشهيرة كيف أحل؟ أحل عادي كما كنا ننشر في السنة الثالثة متوسط هذا العدد الأول هذا العدد الأول ورقمه هذا العدد الأول الحد الأول وهذا الحد الثاني هذا الأول أضربه في هذا ثم في هذا معنى هذا نفسه أضربه مرتين مرة في هذا ومرة في هذا ثم هذا الثاني أضربه مرة في هذا ومرة في هذا دائما عندما تجد قوسين مضروبين في بعضهما تفعل هكذا الحد الأول تضربه هنا ثم هنا مرتين والحد الثاني نفس الشيء تضربه هنا ثم هنا مرتين أفي بي ماذا يساوي 7 في 7 49 ناقص ناقص 7 في 4 جذر 2 هنا عندما نضرب ماذا أفعل نضرب العدد الطبيعي في العدد الطبيعي والجذر في الجذر هنا 7 وأربعة أعداد طبيعية 7 في 4 28 العدد الطبيعي في العدد الطبيعي والجذر في الجذر لكن هنا لا يوجد جذر إذن أترك جذر 2 كما هو لو كان هنا جذر أضرب الجذر في الجذر لا يوجد جذر يوجد عدد ضربت العدد في العدد الجذر لا يوجد جذر أضربه في جذر 2 إذن جذر 2 يبقى كما هو أنتقل إلى هنا هذا ضربته هنا ثم هنا الآن نفس الشيء هذا أضربه هنا ثم هنا الآن زائد 4 جذر 2 في 7 أربعة أضربها في سبعة ثمانية وعشرون جذر اثنان لا أجد فيما أضربه هنا لا يوجد جذر أتركه جذر اثنان بسيطة الآن ضربت هذا في هذا الآن أضرب هذا في هذا انظروا هنا أربعة وهنا ناقص أربعة الأعداد في بعضها أربعة في ناقص أربعة ناقص ستة عشر في هنا الجذر يوجد جذر آخر أضرب الجذر في بعضها إذا لم يوجد أترك الجذر كما هو إذا وجد جذر أضرب الجذور في بعضها جذر 2 في جذر 2 يساوي 2 تقول يا أستاذ لماذا جذر 2 في جذر 2 يساوي 2 جذر 2 في جذر 2 قلنا الجذور أستطيع أن أفصلها وأستطيع أن أرجعها كما هو في الضرب والقسمة قلنا في الضرب والقسمة هذه جذر 2 في جذر 2 أستطيع أن أقول هي جذر 2 في 2 لأنه في الضرب والقسمة أستطيع أن أفصل الجذور إذا كانت غير مفصولة وأستطيع أن أرجعها غير مفصولة إذا كانت مفصولة وجذر 2 في جذر 2 ماذا يساوي يساوي جذر 4 وجذر 4 ماذا يساوي يساوي 2 لذلك قلت لكم مباشرة جذر 2 في جذر 2 يساوي 2 نعود إلى هنا 4 في 4 عفوا زائد 4 في ناقص 4 ناقص 16 وجذر 2 في جذر 2 2 ماذا يصبح لدي يصبح لدي يساوي ناقص 28 جذر 2 زائد 28 جذر 2 قلت لك عندما يكون لديك نفس العدد أحدهما سالب الآخر موجب النتيجة 0 ناقص هذه زائد هذه 0 ماذا يبقى عندي يبقى عندي 49 ناقص 16 في 2 ماذا يساوي يساوي 32 إذن A في B يساوي 49 32 هي 17 هذه هي A في B بكل بساطة الآن ماذا بقي لدينا بقي لدينا أكتب A على B على شكل نسبة مقامها عدده ناطق الآن ركزوا معي جيدا هنا نحل التمرين وفي نفس الوقت نفهم عنصر من عناصر الدرس ركزوا معي A على B يساوي A هي 7 زائد 4 جدر 2 على B 7 نقص 4 جدر 2 هنا ركزوا معي ركزوا معي جيدا هنا عندما يقول لك اكتب يقول لك اكتب هذا الكسر على شكل نسبة مقامها ليس عدد الناطق يقصد لا أريد الجدر في المقام هذا هو السؤال يقول لك اكتب الكسر التالي على شكل نسبة مقامها عدد ناطق ماذا يقصد هذا السؤال يقصد لا أريد جدر في المقام أنا أقول لك C يساوي 7 على 3 جدر 2 انظر يوجد جدر في المقام عندما أقول لك اكتب هذا الكسر على شكل نسبة مقامها عدد ناطق ماذا أقصد أقصد تخلص من الجدر في المقام تقول يا أستاذ في المقام فقط والبصد البصد لا يهم فيها الجدر ليس فيه جدر لا يهم البصد المهم المقام عندما يقولوا لك أكتب هذا الكسر على شكل نسبة مقامها عدد الناطق معناها تخلص من الجدر في المقام في البصد لا يهم موجود غير موجود لا يهم الآن لدينا حالتين الحالة الأولى تكون لديك عملية ضرب في المقام والحالة الثانية تكون لديك عملية جمعة أو طرح توجد حالتين فقط إذا كان لديك ضرب في المقام سهلا ماذا نفعل يساوي 7 على 3 جذر 2 إذا كانت لديك عملية ضرب في المقام ضربه فقط المهم ضرب فقط ماذا أفعل أضرب البسط والمقام في ماذا أضرب البسط والمقام في الجذر الموجود في المقام أعيد أضرب البسط والمقام في الجذر الموجود في المقام ما هو الجذر الموجود في المقام هو جذر 2 إذن أضرب البسط والمقام في جذر 2 لو كان هنا جذر 7 أضرب في جذر 7 لو كان هنا جذر 11 أضرب في جذر 11 أضرب البسط والمقام في الجذر الموجود في المقام أظن بسيطة هذه عندما يكون لديك يضرب تقول يا أستاذ وهذا العدد 3 العدد لا يهمني قلت أضرب البسط والمقام في الجذر الموجود في المقام لماذا لاحظوا معي يصبح لدينا في البسط سبعة في جذر اثنان تبقى كما هي سبعة جذر اثنان لا افعل لها شيء لكن في المقام ماذا يصبح لديه تلاتة في جذر اثنان في جذر اثنان تلاتة هي عدد لا استطيع ان اضربها في الجذور لكن الجذور استطيع ان اضربها في بعضها جذر اثنان في جذر اثنان ماذا يساوي ساوي اثنان شرحت لك لماذا يساوي اثنان سابقا يصبح لدي في البص سبعة جذر اثنان وفي المقام ثلاثة في اثنان ماذا يساوي يساوي ستة انظروا تخلص من الجذر في المقام هذا هو معناه ان يقول لك اكتب الكسر التالي على شكل نسبة مقام وعد ناطق معناها تخلص من الجذر في المقام كيف نتخلص منه في الحالة الاولى يكون هنا عملية ضرب اضرب البص والمقام في الجذر الموجود في المقام في الحالة التانية يكون لدي جمعه او طرح ماذا افعل ماذا افعل ا على ب يساوي سبعة زائد اربعة جذر اثنان نضعها بين قوسين لانني سوف اجري عملية ضرب ناقصها هكذا الان اذا لديك جمع او طرح هنا في المقام قلنا البص لا يهمني لا تنظر البص في المقام ماذا افعل اكتب نفس العبارة الموجودة في المقام اكتبها نفسها هنا وهنا في البص والمقام اكتب نفس العبارة اغير فقط العملية معناها اذا كانت هنا عملية ضرب تصبح جمع اذا كانت جمع تصبح ضرب اكتبها نفسها انظر في المقام ماذا لدي لدي سبعة تبقى سبعة لدي اربعة جذر اثنان تبقى اربعة جذر اثنان ونفسها اكتبها في المقام اكتبها في البص نفسها انظر قلنا انظر للمقام لا تنظر للمقام لا يهمني البص انظر هنا انظر هنا انظر للمقام اكتبها نفسها التي في المقام فقط اعكس الجمع والطرح هنا طرح اذا هنا جمع لو كان هنا جمع يكون هنا وهنا طرح هكذا بسيطة وفقط تصبح لديك أعلى بيساوي البسط لا أحسبه دعك من البسط حتى ندرس النشر والتبسيط وإلى غير ذلك ليس الآن دعك من البسط البسط لا أحسبه يهمني المقام أتخلص من الجذور في المقام الآن هذا السبعة نقص 4 جذر 2 في 7 زائد 4 جذر 2 لقد قمنا بحسابه هنا لقد قمنا إذا كنتم مركزين فأنتم تتذكرون عندما حسبت آفيبي ماذا حسبت 7 زائد 4 جذر 2 في 7 نقص 4 جذر 2 قمت بحسابه سابقا هذا ماذا وجدته 17 إذن لن أعيد الحساب مباشرة 7 نقص 4 جذر 2 في 7 زائد 4 جذر 2 ماذا يساوي يساوي 17 انظروا تخلصت من الجذر في المقام هذان هما الطريقتان طريقتان وفقط للتخلص من الجذر في المقام هذه الطريقة الأولى لما يكون لديك عملية ضرب فقط أضرب البسط والمقام في الجذر الموجود في المقام ولما يكون لديك عملية جمع أو طرح أكتب الحدود الأعداد هذه الحدود نفسها وأغير العملية إذا كان الطرح أكتبها بالجمع إذا كان جمع أكتبها بالطرح دائما أنصحكم يا أحبائي عندما أشرح وتركزون معي وتفهمون الشرح قوموا بحل الكثير من التمارين حتى لا تنسوا هذا الشرح وحتى يزداد فهمكم وتزداد اتقاتكم في الرياضيات ويتطور مستواكم بإذن الله بالتوفيق يا أحبائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته